انا با صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطنية الثالث والستين ويوم التحرير الثالث والثلاثين لدولة الكويت الشقيقة ولدى وصيل معاليه إلى موقع الحفل يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء كان في مقدمة مستقبلي سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين حيث نقل معاليه تهاني وتبركات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخي سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السلم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن العلاقات البحرينية الكويتية وما تتسم به من ترابط وثيق وتقارب ممتد عبر التاريخ وإيمان راسخ بوحدة الأهداف والمصير ستظل شهدة على التكامل والتضامل والمواقف الأخوية الثابتة كما أراد لها المؤسسون الأوائل من الأجداد والأباء رحمهم الله وعلى الأمانة المتوارثة التي يجسدها بكل محبة ومودة حرص جلالة الملك المعظم وأخي سمو أمير دولة الكويت على تعزيزها وترجمتها إلى واقع الملموس من خلال التعاون والتنسيق الثنائي المشترك لفت معالي إلى ما يتقاسمه البلدان من تطلعات من شأنها أن تضفي على الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من الرسوع لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين مستذكرا في هذا صدد الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مملكة البحرين وما تمخذ عنها من تأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل الثنائي والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها والترحيب بتوسيع المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية لأعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطعات أعرب معاليه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عن أطيب أمنياته بتخيق جميع ما تصب إليه من رفعة وتقدم ونماء وأن يديم على البلدين وشعبيهما الشقيقين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتهما الحكيمتين من جانب أعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين عن جزيل شكر وامتنانه لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام دائم بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات كما أعرب السفير عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل مشيدا في كلمة ألقاها خلال الاستقبال بما يجبع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية وثيقة والتي تتقدم كل يوم بالتعاون والتنسيق في كافة المجالات معتبرا الكويت والبحرين توأما في التنمي والتاريخ في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله ورعاهما احتفال الكويت واحتفال البحرين وما يجمعنا ليس بغريب منذ الأزل منذ التاريخ كله يشهد بأن البحرين والكويت هي بلاد واحد فنحن نحيي الكويت في عيدها الوطني وعيدها الوطني هو عيد وطني لنا وإن شاء الله الكويت بقيادة صاحب السمو سوف تخطو خطوات كاملة نحو التقدم إن شاء الله وأي ازدهار في الكويت وازدهار في البحرين فنحن بلد واحد والله وفقنا جميعا لما فيه الخير في منطقة الخليج أن العيد الوطني يوم مفخرة واعتزاز بمنجزات بلادنا ومستقبلها الواعد والعلاقات الكويتية البحرينية وسام عز معزة لأنها علاقات راسخة تاريخية وخوية وثيقة مبنية على التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشغيغين في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى والخليفة حفظهم الله ورعاهم شكرا للمشاهدة